ترجمة نانسي قنقر ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بيانا أمام لجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديذ والتي تمثلها مملكة البحرين وذلك في إطار مشاركة معالي في اجتماعات لجنة التنمية التي عقدت اليوم عن بعد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولفت معاليه إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب خطة عمل لتلبية أولويات الدول منخفضة الدخل التي شهدت تداعيات اقتصادية كبيرة سببتها الجائحة وذلك من خلال حث هذه الدول على زيادة الإنفاق العام بهدف تحفيز نشاطها الاقتصادية منوها بأهمية حماية الأنظمة الصحية المتضررة وتسريع فرص الحصول على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا كما أرب معاليه عن ترحيب المجموعة العربية بدعوة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة لتمديد فترة تخفيف أعباء الديون عن الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل من جانب آخر شار معاليه إلى أن جائحة فايروس كورونا كوفي 19 ثاقمت تحديات الأمن الغذائي على مستوى العالم مع توقع استمرار الآثار إلى ما بعد عام 2021 حيث دعم عليه إلى اتخاذ نهج متكامل لتحسين الأمن الغذائي وتوفير الإمدادات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا وجاءت مخرجات اجتماع لجنة التنمية لتؤكد مجددا على أهمية دور مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعمل سويا للحد من آثار جائحة كورونا كما تم دعوة البنك الدولي لدعم الدول في عملية شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وضمان التوزيع العادل وحصول الدول النامية على هذه اللقاحات بشكل سريع وميسر